السلام عليكم الراجل ده مشكلة وهيستيريا ما تيجو نفهم مع بعض معنى الكلام ده ايه ونعرف كمان هو مشكلة وهيستيريا بالنسبة لمن بمجرد ما تم الاعلان عن مقابلة سعد الجابري مع قناة سي بي اس الامريكية من خلال برنامج 60 دقيقة الطبيعي ان قناة سي بي اس هي المعنية بالترويج للمقابلة دي لان ده في مصلحتها علشان طبعا الاعلانات ده عادي جدا ولكن اللي حصل ان المقابلة دي تم الترويج لها من خلال مرتزقة قطر واعلامها واعلام الاخوانجية بشكل هستيري واشتغل يا معلم بقى الزمابل الالكتروني القطري على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرهم بتغاردات وبوستات وفيديوهات بتقول ايه بقى المقابلة اللي حتقلب السعودية رأسا على عاقب الجابري يكشف اسرار ابن سلمان الجابري يهدد عرش ابن سلمان الجابري يفضح الجابري يكشف الجابري يهدد الجابري يزلزل الزلزيل ويفعل الافعيل بس في الحقيقة هو مش ترويج او دعاية للمقابلة لكن هي عملية ايحاء العقل المشاهد العربي وبالتالي حيبقى عقله متبرمج مسبقا على ان المقابلة حتحتوي على كذا وكذا وكذا زي ما قلنا من شوية وبالتالي بقى العقل العربي مش مستعد التحليل المقابلة ووضع اللي حيقوله سعد الجابري في ميزان العقل والمنطق لانه تشبع بحقائق مفابركة نساجها اعلام قطر والاخوانجية عن طريق ذبابهم لذلك عقولهم مش هتتعب نفسها بالبحث عن الحقيقة والحقيقة لما جيت حل المقابلة سعد الجابري وتناولها ويرد عليها اقسم بالله ما لقيت اللي يستحق رد فهي مليانة بالكلام المرسل اللي ملوش اي اساس ولا عليه اي دليل ولكن بصراحة استوقفتني مسألة هي ان الجابري بيدعي كلام عن الامير محمد بن سلمان بغرض تبرئة قطر وتحديدا تبرئة نظام الحمدين والقذافي من محاولة ارتيال الملك عبدالله الله يرحمه فالدعاء الجابري بيصب في خانة ازالة صفة التقامر عن نظام الحمدين في قطر من مؤامرة ارتيال الملك عبدالله الله يرحمه المؤامرة اللي كلنا عارفين انه اراها القذافي بتخطيط وغربة من الحمدين فيقوم ساعد الجابري الخاين يحاول يخلط الاوراق ويرمي الاتهام بعيد عن الحمدين وده دليل احنا مش محتاجينه لاننا عارفين ان الجابري ونظام الحمدين القطري مجرد عملة بيؤدوا دور وظيفي لصالح الغرب في التقامر على السعودية اولا والاجمل من كده انهم بالمؤابلة دي مع الخاين ساعد الجابري بيحاولوا يربكوا الراجل اللي جننهم لان الامير محمد بن سلمان هو اللي كشف الخاونة اللي زي ساعد الجابري وابعادهم عن المراكز الحساسة فاصحاب اللي بيشغلوهم بالهستيريا وغعب ويقوم كمان يقلب الطاولة على الجابري وعلى اللي بيشغلوه على مؤابلته السخيفة وتاني يوم من المؤابلة دي ترقص قمة مباردة الشرق الاوسط الاخضر اللي اطلقتها السعودية على فكرة تميم كان موجود والامير محمد بن سلمان ما استقبلوش في المطار المهم هم كانوا عايزين يربكوه بس هو ولا سائل فيهم لدرجة ان التشجير والمناخ وتوسيع الرقع الخضرة وتخفيض مبعثات الكربون في الشرق الاوسط كله تمت اضافتهم على اهتماماته وانشغلاته يعني بالبلد كده ولا كأنكم اثرتم على طرف عبيد فخبتم وخبت يا سعد الجابري فوالله انك مجرد نموذج للعميل الاهبل طالع تعمل مؤابلة تفضح فيها نفسك وتكشف للناس انك حرامي وعميل ومرتشي وكمان اهبل خصوصا لما اسألوك عن مصدر المليارات اللي معاك فقلت لهم انها هبات وهدايا يا اهبل يا عبيد هي الهبات والهدايا بتخليك تجبع مليارات مش ملايين انت فضحت نفسك بالكلام ده قدام الامريكان يا رجل يا اهبل انت زي الخايم اللي في مصرحية تخاريب لما طلبوا منه يشرب القهوة قبل ما يشربع محمد صبحي فقام فضح نفسه وقال قاسف ما باشربعاش بالسم ده انت الاول شاك الافان ده ما باشربوش بالسم متآمر وهبل فعلا سعد الجبري اثبت انه متآمر من زمان بس مبارح اثبت انه متآمر وكمان اهبل والاهم انه قدام نفسه وقدام الناس حنث بيمين الولاء اللي اقسمه وقفشى اسرار دولة اقسم قدام ملكها وقدام شعبها انه يحافظ عليه اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وان لا ابوح بسر من اثار الدولة وان احافظ على مصالحها وانظمتها وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص وكفاء عليه لاسع لحد كده واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته